منتخب الفرعنة يتأهل إلى الدور 16 ومتصدرا لهذه المجموعة المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية مازال ولكن مازال القلق مستمر القلق الحقيقة كل مصر الآن الحقيقة وإحنا راجعين وإحنا ماشيين وإحنا رايحين للتليفونات اللي بتجيلنا كل الناس الآن كل الناس شايفة أن منتخبنا الوطني بيكسب محمد صلاح وتريزيجيه والشناوي هم دول التلاتة فقط اللي بيلعبوا في منتخبنا الوطني في هذه المباراة حتى محمد صلاح بعيد جدا عن مستوى في مباراة اليوم ولكن قد ما عليه الحقيقة أنه يحرز هدف نفس الكلام بالنسبة لتريزيجيه لعب ربع ساعة تلت ساعة ولكن في النهاية استطاع أن يتأهل منتخبنا الوطني كمتصدر لهذه المجموعة الأقرب أن سنقابل تالت المجموعة الثالثة وهو الأقرب كينيا أو لو لم تتأهل كينيا لأن زي ما حضرتكم عارفين بيتم اختيار أربع توالد من الست مجموعات أفضل أربع توالد لها حسابات كتيرة جدا لو لم يتأهل تتأهل كينيا من المجموعة أو لو لم يتأهل التالت من المجموعة الثالثة سنقابل تالت المجموعة الرابعة والأقرب جنوب أفريقيا وبالتالي يعني ده الفرق الأقرب أو المنتخبات الأقرب حتى الآن مش هنعرف نحددها إلا بعد نهاية المباريات لأن زي ما حضرتكم شفتم مدغشقر عملت مفاجأة وقلبت الموضوع تماما فخلينا نستنى لنهاية المباريات عموما خلوني أرحب بضيوفنا الكبار